مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في 2019 عقيدة الجلسة الأولى من مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في يومها الأخير للمعرض والتي ناقش فيها المشاركين والذين يمثلون ستين دولة كيفية الاستفادة من الموضوعات التي تخص كيفية تطوير نماذج المحاكاة للحروب المستقبلية نحن نعرف أهمية مثل هذه المؤتمرات في تعزيز السلام والاستقرار في أي منطقة وخاصة المنطقة الأقليمية التي نعيش فيها والبحرين كموقع أقليمي شهد الكثير المؤتمرات وحتى في الجانب العسكري والدفاعي ولذلك نعتقد أن مثل هذه المؤتمر أو هذه المعرض كذلك هو يعزز هذا الجانب جانب السلام والتي تتجه دول العالم لا يمكن أن تتحافظ على السلام في المنطقة ومن ثم انتعاش الاستثمارات وجذبها إلا بتعزيز الجانب الأمني الجلسة الثانية من مؤتمر التكنولوجيا العسكرية ركزت أيضا على مستقبل توطين التكنولوجيا العسكرية مع التركيز الخاص على أهداف الرؤى الاقتصادية في الشرق الأوسط كان متري جدا المؤتمر رحمد الله رب العالمين نقدر نقول ناجح بجميع المقاييس بأعداد الحضور أيضا من جميع دول العالم اللي كانوا حاضرين في معرض الدفاع البحريني نحن نتكلم على توطين التسليح أو صناعات الدفاعية جميع دول العالم أيضا في المنطقة ونحن نتكلم في دولة الإمارات ونتكلم في البحرين اليوم لاحظنا في الجناح البحريني أيضا هناك آلية مدرعة تم صناعتها محليا في البحرين هذا دليل أن الرغبة والطموح أن يبتدون في مسار التصنيع المحلي وسيساهم مؤتمر التكنولوجيا العسكرية من خلال الحلول الإبداعية والتغنيات الحريثة في تأمين الممرات المائية في الشرق الأوسط وضمان المرور الآمن وحرية الملاحة بما يحقق استغرار أمن الطاقة وازدهار التجارة الدولية مملكة البحرين نجحت في جعل معرض بايدك منصة إقليمية تستغطب صناع القرار العسكري وخبراء الأمن على مستوى المنطقة والعالم من أجل استعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من خلال هذه الجلسات التي شارك بها صناع القرار التي ناقشت كيفية توطين التكنولوجيا العسكرية مع التركيز الخاص على أهداف الرؤى الاقتصادية وتطوير نماذج المحاكاة المستقبلية المشاركون في مؤتمر التكنولوجيا أكدوا في الجلسات بيومها الثاني من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع على العمل يدن بيد للمشاركة البناءة في أنظمة المحاكاة الذكية بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا العسكرية مع التركيز على أهداف الرؤى الاقتصادية للشرق الأوسط طلعنا في مركز الأخبار تفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر